هذا يتم من خلال ماذا؟ إن كنا نتحدث عن خطوات لتغيير شكل نظام السياسي طبعا خاصة لابد لنا أن نقف أيضا سيد نديم عند قضية تتعلق بالوقت عامل الوقت يبدو بأنه ليس في صالح أحد بالنظر إلى ما حصل في محافظة كربلاء أو ما تم تداوله بخصوص تظاهرات كربلاء بلا شك الوقت لا ينفع الجميع يعني الحكومة إذا استمرت بإدارة الأزبة بهذه الطريقة راح تتورط بملفات دم وملفات تخريب وبالتالي يعني ماكو حكومة تستطيع أن تهزم شعبا بالنتيجة الشعب هو اللي ينتصر وليس الحكومات مهما كانت الحكومات قوية فهي تفشل فكيف إذا كانت حكومات هشة وضعيفة وعبارة عن لملمة من هنا وهناك وبالتالي الوقت حقيقة لا يخدم أحد الوقت يعني أنا أكثر مسألة تقلقني هي التعاطي مع هذه الأزمة بحشاب الزمن يعني أنا دائما أربط بين هاي الأحداث وبين أحداث الفلوجة أحداث الفلوجة أيضا طولت إذا تذكرين تظاهرات الفلوجة طولت ولما طولت بدل يعني الطبقة السياسية تستهين بالمواطن اللي داي الظاهر ومتت عملية وكنا نحذر يعني استجيبوا لمطالبهم لا تدفعوهم إلى نقطة أخرى لا ترفعون ساحات الاعتصام ترى ذا رفعتوا ساحات الاعتصام راح يكون الخيار الآخر وعمل السلاح الآن نفس الآلية نفس النفس دا يطبق على المتظاهرين أيضا يعولون على عامل الزمن راح يفكك هذه التظاهرات والحقيقة يعني عامل الزمن ما راح يفكك هذه سنأتي إلى عامل الزمن سيد نديم نعم سيد نديم أخشى من نقطة أخشى بس اسمحي أخشى من استخدام القوة ضد المتظاهرين يعني القوة المفرطة أكثر من هذه القوة وأكثر من هذه الاعتداءات هذا خيار خطير ربما أيضا يجرنا إلى حافة الحرب الأهلية يعني لا نكررنا في السيناريو فلوجة هاي فقاعة والفقاعة كلفتنا آلاف الشهداء وخراب المدن يجب أن نتعاطى مع الحدث بشكل حكيم ترجمة نانسي قنقر